ما قالوا هو أنه أولاً هناك احتياجات بسيطة وأساسية للمياه والغذاء والطهارة وجزء منها موجودة بسبب التكلفة العالية للغذاء ولا يستطيع أن تحمل ثمنه ثانياً هناك أزمة في المأوى مع الكثير من الخيم ونحن هناك حزات أرضية بسيطة أو ضعيفة جداً استمرت وتكررت حتى الأسبوع الماضي أما احتياجات التعليم الأساسية ودعم الطفول المبكرة وهؤلاء الذين واجهتهم صدمات نتيجة للهزة الأرضية وما يسمى التمويل التعافي المبكر كل هذا يواجه ضغطاً كبيراً جداً أيضاً وكان هناك استجابة دولية كبيرة للهزة الأرضية التركية أين من المتحدة وكان هناك مناشدة عامة حاشد حوالي 100 مليون جنيه استرليني بين الدعم العام ولكن بعد خمسة أو ستة أشهر من الهزة الأرضية وبعد 6 فبراير فإن مستوى الاهتمام والدعم انخفض وتلاشى ولهذا يجب أن نكون هناك تفكيراً مستداماً حاول دعم هؤلاء السكان على عدة سنوات وليس شهر بشهر ترجمة نانسي قنقر